إن الحمد لله تعالى نحمد ونستعيد به ونستغفر ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مغلله ومن يغلد فلا هادئ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكا وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وقليده بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة فصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيد رسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واختفى أثاره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنت قل الله حق تقاطبك ولا تنوتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وقلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنت قل الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخيرا هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بذع وكل بذعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله ما زلنا مع الآداب الإسلامية مع السلوك الراقي والأخلاق الرفيعة ونتحدث اليوم بحول الله ومدده جل جلاله تكملة لموضوعنا في الخطبة الماضية حيث تحدثنا عن آداب المكالمات والهواتف نتحدث عن التواصل الاجتماعي حيث أن هذه القضية أصبحت ظاهرة منتشرة فجل الخلق يستعمل التطبيقات سواء على الهواتف الجوالة أو الحواسيب في البيوت ليتصل بمناس عن طريق هذه المنصات والإسلام كما أسلفنا لم ينزل شاردة ولا واردة إلا وبيّن الآداب والأخلاق وهذا من عظيم مميزات هذا الدين وهنا نفهم السر وراء حصر البعثة في تتمة الأخلاق حيث قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكالم الأخلاق فالأخلاق هي الغاية من هذا الدين والسلوك الحسن هي النتيجة الحتمية لهذه الأحكام الشرعية هذه المنصات والتطبيقات التي تعرفونها جميعا مثل فيسبوك وواتس أب تويترا وإنستغرام وهلو مجرّة هذه ليست بمنأة عن الإسلام وليست خارجة خارجة عن طاقي الأحكام الشرعية ولكن يا للأسش إننا نجد عند كثير من المسلمين من الآداب الشميع والأخلاق السيئة حينما يتعاملون بهذه المنصات وهذه التطبيقات أول أدب وأول قضية هي أنه يجب أن نستعمل هذه الوسائل العديثة لنشر الخير وعدم نشر الرديم وهنا نجد أن بوناً شاسعاً بين الإسلام وأحكامه وبين حياة المسلمين في ذاك العالم الأزرق كما يسمى يقول المولى جدّة فعلاء إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآفرة فحذّر الله جل وعلا من أن تشيع الفاحشة من أن ننشر الفواحش ولذلك من المستقر أن ينشر المسلم مقاطع مصورة فيها التبرد والسفور والإنحلال والأغاني المائعة الشريعة لأن في ذاك المطبع فائدة أو نصف فائدة هو يريد أن ينشر معلومة ما إلا أن هذه المعلومة محفوفة بالنبئات ومن سنّ سنّة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم الديام اللهم اهدنا يا أرحم الراحمين إنك أيها المسلم وبمجرد أن تضغط على الزر لنشر مقطع الماء فأنت مسؤول عن محتوى هذا المقطع لا يجوز لك بحال من الأحوال أن تنشر الحرام أن تنشر صور نساء متبرجات يرى الشعر والبدن أو تلك المعازف إلى غير ذلك ولكنني أريد أن أنشر تلك المعلومة إذن لفص المعلومة واكتوبها وانشر ذلك الأمر كتابة أو سجد صوتي وانشرها هناك بداء عديدة فلا يجوز أولاً أن ننشر الرديلة هذا لو أن في هذا المقطع الفائدة ومن بأي أولى لو كان المقطع ليس فيه أي فائدة بل الميوع والإعلال والإحفاظ نسأل الله السلامة والعافية كذلك أحبة من آذاب استعمال هذه المنصات والمواقع للتواصل الاجتماعي التثبت في الأخضار وهذه آفة أخرى يقع فيها كثير من الناس بمجرد أن يرى مقطعاً ينشره ولا يتريف ولا ينحف هل المعلومة صحيحة أم لا سواء أكانت المعلومة شرعية أو غير شرعية فلا يجوز للمسلم أن ينشر ما لم يصح ولذلك يقول المولى سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبل فتبينوا أن تصبوا أو من بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين فلا بد من التثبت ومن التريف وهنا احتمالاً إما أنك تعرف هذا الموقع هو موقع فلاء من النفس وهو موثوق يعرفه الجميع يعرفونه بصدقه وبأمانته حينها يمكن لك أن تنشر ما ينشره هو لكن إذا لم تعرف صاحب الموقع ولم تعرف منبع هذه المعلومة فلا يجوز لك أن تنشرها إلا بعد التثبت لا سيما لو كان الأمر يتعلم بدين الله جل وعلا واسمع هذا الوعيد الشديد من عند النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار أي فليهيئ نفسه فإن مقعده في النار اللهم أجرنا من هذا النار كم من حديث ينشر وصاحب هذا المقال لا يدني هل الحديث صحيحاً وضعيف باطل لا أصل له أم أنه غير منقول من طريق احتقاط بل بعضهم ينشر البدع بل ما يعارب أصول الدين فلا بد إذن أن نتنبه لأن الذين سيستفيدون من هذه المعلومة أو سيطرعون هذه المعلومة ذنبهم عليه لأنك أنت الذي أوصلت هذه المعلومة إليهم ولذلك لا بد من التغير واليوم أصيبت الأمة بهذا الشرف لنشر أي شيء المهم أنني نشرت شيئاً ومن مكائد تلك المواقع ومن مكرهم أنه يجب يفرضون عليك أن تنشر كل يوم شيئاً حتى تظهر منشوراتك للناس فلو نشرت مرة في السنة فأن يظهر هذا الأمر وأن ينشره لك فهم يضغطون عليك أنشر صحيحاً تاناً وغير صحيح أنشر آيات أحديث صحيحة خذ مواقع العلماء أو مواقع لأناس منذوق في علمهم وانشر هذا ولكن لا تنشر ما هب وذب دون أن تتأكد وكذلك حضر النبي صلى الله عليه وسلم من نشر والكلاب في الأمور التي لا يتثبت منها الإنسان حيث قال كفى بالمرء كذباً أن يتحدث بكل ما سمعت يجفي كذباً أنك تحدث بكل ما تسمع ولكن ربما في حق نعم ولكن أنت تحدث كل شيء كلما سمعت شيئاً تنشره كلما رأيت شيئاً تنشره هذا سمّه النبي صلى الله عليه وسلم كذب لأنه يطلق فيه الحق والباطل والمسلم مطمور بأن يتثبت قبل أن ينشر هذه الأشياء كذلك أحبتي من الظواهر السيئة عند بعض الناس الاستهزاء بخلق الله سبحانه فتجد أناس ينشرون صورة مفبركة تستهزئ بأناس أي أن كان هذا الشخص لا يجوز بحال من الأحوال أن نستهزئ بخلق الله يقول الله سبحانه وتعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ عَسَا أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنِسَاءٌ عَسَا أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا تَنَابَزُوا وَلَا تَنْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَخْقَارُ بِيْسَ الِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِمَانِ انظر إلى هذه الأداب الرفيئ لا يجوز أن تستهزئ أحدهم يصور شخصية ما على شكل حيوان عزكم الله أو على شكل مطرف أو يستهزئ به فتجد الناس ينشرونه ويوحقون كذلك هل هذا من الأداب الإسلامية؟ هل هذا كان دامب النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه عليه الصلاة والسلام؟ أبداً فلا يجوز أحبتي أن نستهزئ بخلقتها بل لا بد أن نراعي هذه الأدابة الشرعية كذلك أحبتي بعض الناس بعض الأشخاص مولع بنشر صوره إذا ذهب إلى السوق نشر ذلك وإذا ذهب إلى بيته نشر ذلك وإذا لبس حباهه نشر ذلك كل خطوة يقوم بها يصور ينشر شتاكس أو في أي مكان آخر وهذا يدل على ما وهو حب الظروب والمسلم لا يحب الظروب من أنا حتى أظهر بين الناس؟ أنا الذي على عاتقية الذنوب والمعاصي نسأل الله أن يتوب علينا هل من الأدب أن أنشر صورتي في كل مكان؟ ثم ما هي الغاية؟ ما هي النية؟ هل تفعل ذلك بإخلاص؟ هل هناك فائدة أن أنشر لتنوصل نصيحة؟ ما أريد أن أقوم بالتوعية؟ هذا أمر محمود لكن بعضهم يريد فقط أن ينشر بين الناس انظروا أنا أسافر أنا أكل وأشرب أنا أبرح وأفرح وهل يبون ذلك إن كنت تفرح وتمرح أولاد؟ ثم إن العين حق ينبغي أن تنتبه ولذلك بعض الناس يضعون صور أولادهم من بنيين وبنيات منذ ولادتهم إلى أن يصبحوا شيوخا كل يوم صورة جديدة ها هو يرعب ها هو يرعب ها هو يرعب ها هي تمرح الناس هناك من ليس له أولاد يمكن أن يحسد ابنك هناك من لا يصدر المسافر إلى مكان ما ممكن يجد في قلبه شيء فلذلك أحبتي إن المسلم لا ينشر كل صغيرة وكبيرة وبعضهم لا يستحي أن ينشر ذنوبه ومعاصيه اللهم اسكرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض عليك فهذه أحبتي أمراض وهنا أحبتي ينبغي أن نهتم كذلك بالوقت الضائع بعض الناس أحبتي إذا ما انتهى من التلفاز ذهب ليطرق في هاتفه ساعات عديدة وهذه ظاهرة بين الأطفال والكبار والشيوط والنساء وهذا مرض ولذلك لما كان أبو الدرداء رضي الله عنه وهو كان يكثر من العبادات ليس من النظر في فيسبوك كان يكثر من العبادات رضي الله عنه فرأى مسلمان الفارسي رضي الله عنه فقال له إن لربك عليك حقا وإن ولأهلك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا لا ينبغي أن تقضي ساعات عديدة في الجوال وأمام التلفاز ساعة كاملة في فيسبوك ثم تتمها بساعة وصف ثم تتمها بساعة إنستغرام هل حياتك ستذهب سدى هكذا؟ أين الوقت لكتاب الله؟ ونحن سنستقبل رمضان بعد أشهر أين الوقت لكتاب الله؟ أين الوقت لأطفالك؟ هل راجعت معهم ذكرا من الأذكار؟ قصة من قصص الأنبياء؟ أين الوقت مع زوجتك؟ وأنت أيتها الزوجة؟ أين الوقت مع ذريتك؟ مع زوجك؟ مع والديك؟ لا بد إذن أن نضع حداً وهناك أخطار جسيمة يمكن أن يصاب الإنسان بالاكتئاب جراء استخدامه لهذه التطبيقات نسأل الله عز وجل أن يؤذبنا وأن يحسن أخلاقنا وأن يهدينا إلى الرشاة أقول ربي هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الأفور الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رصول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه ذا أحبتي تقدموا بارك الله فيكم إذا أراجنا نحن لذلك لأننا نشاهد أيضا لدينا مقارنة. نحن تحدثنا نعم تحدثنا عن الاشتراكات من المدينة ومثلتنا قد مدينة فتاة التحديد من التحديد إن هذا هو الارضف يتحدثنا ما يرزعون على كلها مدينة كلها في نسبة خاصة وصفاق، صفاق، 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 وصفاق ويشفت للمشاهدة حيث أنهي لا يوجد الاسلامة هناك للمشاهدة حيث لا يوجد ايامي الاسلام ويوجد الاسلام لا يوجد مفاوضة جدية حيث لا يوجد ما يحصل على خيير ويشفت للمشاهدة حيث لا يوجد أيضاً المدينة أنه موضوع أحدهم، أنتي أمع المعلومات ليس لكي يعمل معظمتها. يأتي لكي ينظر لكي يحيط على التخليل الإنسان، أنه يحيط على التخليل الإسلام. وعاما يحيط على التخليل الإسلام، عندما يحيط على التخليل الإسلامات التي تتوقع أشياء موسيقى فقط الله سيحل ومقرأ الجسد ليست وهذا العديد فقط الله سيحل ايمكن أي ضر ة لأنه أبس دور مبانا سوية على سيّم أنت لأن الله سيحل تعریف شخص الأطباء أمان فطريق يحل أن أمان يحل أغير من الذين يسعدون هذه الأساسية الذين يدعون لأساسية إذاً فما يستمر في إذن هية الدراء في ترغير السياسة يقولون أن هذا يقولون هؤلاء ترغير سمين لأن كل إذاً لدينا أحد اختصار من الأساسية هذا هو نسمي كما يحصلون في ترغير السياسي المترجم للقناة التي تتعلم عنه إذا كانت هذا الفيديو فرليت بالإسلام يجب أنه لا تحل المترجم إذا كان الإسلام فإن التحل المترجم فإن الشيق هو الإسلام وفع ذلك يجب أن يتعلق الإسلام أفعل هذا شيئاً لو أنه لا يسمي الهاتف يسمي الهاتف لأنك تستطيع هذا الهاتف لكن لنسي نعيبه أنك تسيدي الهاتف أصنعه وكذلك يسمي الهاتف بيئة لأنك تستطيع وقت الهاتف تصوير جديد أنك تسيدي الهاتف يجب أن يسميك المعنون يقبل مرحلة مرحلة يبلغ يوم هذا ون ي반ك إذاً مرحلة مرحلة ونحصان ونحصان تتكلم ونحصان أفلا تقتل كانت قرار ما تتقدم حيث أن تتعلم باوض أن تكون الأولى إلا تتعلم أن تتعلم تتعلم بمراحلة هل أنت تسمع هذه المساعدة من قائلة في هذا المساعدة ويوجد من هذه المساعدة في المساعدة هل أن تشترك أغلب من قائلة التي تفعله من المساعدة أكثر في تسعين في عدد على ريقى الكثير من المساوضات يجب أن تكون على الأراضي من المساوضات اجتبون هذه الحالة لا يوجد في المساوضات ولكن يتكون على هذه الحالة الصعب والآن يتركون فهل تجلب الانتكتبون من المساوضات فهل تحديد ان تتجاربين إنه مواسطة تبقيه يتحدثم أن تحديد مواسطة بينما، إذا كانت هذه الأشفارة لا أ معرفة لك، لكن أسسألوں الأول ما هي يحدث في الجهاز؟ لكن أقول هذا أنه الكريم، لقد شخص من ذلك؟ لا أحد أنه لا يترك، أيضا يا حبابي أحدث أنه ليس لهم حبابي بعض الأخلاف أن لا تريد أن تريد أن تتغير أخذ إذا كانت بالتصف، على المساعدة أنه نهي مهي 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 اعطا وسط رؤية مهي 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 اعطا وسط رؤية من هؤية مهي إلى تتخفت ратة لكي هل تعلمري لماذا لا تكون ساء ليس كذلك لماذا لم يتعلقه سيوده أنه نهي مهي 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 سلسل لا ينفع السلسة لكي أصبع نخبع إنه ليس من أسابقه من تجربة أن يتفضل على سيداته وهي يوجد الأساني التالي لا يوجد أساسي هناك الكثير من الفيديو أماني يوجد في أساسي أماني يوجد في أساسي تلك رأسي تشترك في أساسي لكنه لا تدخل، وحقاًا أو أن ذلك الفيطة، وليس على الله أنه أدفع وقم تماماً وليس على عشان الناس، وليس على ندخل من دائم، أنه لا يتفق لدينا وليس على الأدفع، وليس على ندخل كل صفحة لناستخدم، وليس على هذه البحηات تفتح بعض ما الأحياء، ويجب ذلك، فالكذاً وأخي يسألوا بشهر لا يمكنك أن تفعلون شديد إنه لا تفعل أن أعرف أن هذا الأمر لا يدى أن هذا الأمر أن الله سبحانه وتعاله أضوء أن يسألنا عمناه تفعلون البعض نحن أن يعتبر أنهم لنلت قنعه أنهم 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 جيدون من يمكن أن تتعاملcion لأن الكثير من أ Being in العادة لديهم ستحرح سأذاراتهم للاطر الأخرى يوجد إلغتها من الشخص، هدر حولًا، اهدتها والحيائق الضوات يوجد كل مريع كثير من المراية من هو أنه لأتشاهدأ؟ انا وسلم تحت المساخين؟ أمهما تحتم عظيمة على بخير هذه الموثيلات؟ لذلك تحتاج أخذ، يعني لك أن يتوقفهم هناك أحدث كلاب هيدنا وهيدنا لن تحتلقة غير؟ شيء غير؟ أحدهم أنه يتوقع لك هذا العميز ما يكون هذا الوطن لكيفية هذه الأحضور وهذا كان يقوم بسيئة هذه الناس من أجل هذه الأصدر منها تأخذ أصدر منها من تلك المناطق وهذا الأطفال ومع هذه الناس هي الناس في نفس الناس يوجد أسدر هناك الأسدرين هناك الأسدرين هم سيكونوا يجنون تخطي أسدرين فهر صلى الله عليه وسلم سيقول بأن هذا الناس هو الناس فقط تكون هذا الأمر و يسأل ذلك أنه يجب أن يسأل ذلك كل مستعامل لماذا لا يسأل ذلك مستعامل لكي أمامك في الوقت؟ لماذا يجب أن تلعين ذلك؟ أحيانا ، أمامك من أن تلعين ذلك أعطاني لماذا تضع ذلك؟ ربما انه يحب لها ، الله مزر لها منه أمامك بأن تلعين ذلك عليك أن تتعام لهم ذلك يديه المترجم لأجب أن نعبد أن يمنح أنك فهاتب ربع أن تتعام لهم هاتب نعم لكن ذات النبار الشيء يؤس على أن تكون الناس بأس أطبع يمكنه أن تكون لهم مطاقة أن تكون ليس محظمساً تتتعلم ومعرفة الجديدة ومع أيها الكثير من جديدة كيفية تتتعلم في هذه المدينة هل تحديثك مع أعادة؟ أعادتك مع أعزائي؟ هل تحديثك مع أعزائي؟ يا رمضان يستمر في المقارب فاسدك مع فيها فاسدك مع فيها وإنستعام نستعام لا تحديم أيضاً اخبطي في الله هناك بعض واخوات السل widenد المصاري للقناة هذا هو حيث ألعبك احباتي في الله هناك بعض وحاولات المريضات فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفى هنة شفاء لا يراضي وصفنا الله أشفى مربان ومربان مسئولين الله أعجل في شفائهم يا أعجم ورحمين الله أعرف عنهم البالاء اللهم بارك لهم في الدواء اللهم بشرهم بشفائهم عن قريب كمجيب اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إن نعوه بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نعاء لا يسمع وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأقيم الصلاة